اهلا بكم معاكم مادون نعمات في برنامج دراما كوين اتكلمنا حلقتين اللي فاتوا عن مسلسلات الهطارة خلال شهر رمضان الكريم والنهاردة هنتكلم عن الجزء الثالث من المسلسلات واول مسلسل معناه هو مسلسل موسى بطولة الفنان محمد رمضان والفنانة عبير صبري والفنانة سمية الخشاب واللي بيتكلم عن طفل صغير ابو بيتوفى وبيسيب له مسئولية رعاية اخوات الصغيرين واول ما بيكبر بيسافر من الصعيد للقاهرة وبيحب فتاة فرنسية كل الاحداث دي بتحصل اثناء احتلال بريطانيا لمصر ونروح للمسلسل اللي بعده وهو بنت السلطان بطولة الفنانة روجينة وهو اول بطولة مطلقة للفنانة روجينة في الدراما التلفزيونية واللي بيتكلم عن الصراعات وعلاقات عاطفية المسلسل اللي بعده هو ولاد ناس بطولة الفنان ايهاف فهمي والفنانة رانيا فريد شوقي وعدد كبير من الفنانين واللي بيتكلم عن علاقة الاهل بالابناء وازاي الاهل بيربوا ابنائهم اما المسلسل رقم 4 معانا النهاردة وهو مسلسل الطووس وهو بطولة الفنان جمال سليمان واللي بيقوم بدور محامي مخضرة مسؤول عن قضية كبيرة بتقلب احداث المسلسل وتعالوا الروح للمسلسلات التاريخية واول مسلسل معانا هو هجمة مرتدة وهو بطولة الفنان احمد عز والفنانة هند صبري واللي بيتكلم عن احد ملفات المخابرات المصرية والايزي الخفية اللي وراء صورة 25 يناير ودي مش البطولة الاولى للفنان احمد عز والفنانة هند صبري اللي قدموها مع بعض لكن من 11 سنة قدموا مع بعض مذكرات مراكة وهو فيلم اخراج اناث الدغيدي ونروح بعد كده للجزء الثاني من مسلسل الاختيار وهو بطولة الفنان كريم عبد العز والفنان احمد مكي واللي بيتكلم عن بطولات الشرطة المصرية وتضحياتهم بداية من عام 2013 وكمان بيتكلم عن الارهاب ولو رجعنا الرمضان اللي فات هنلاقي ان مسلسل الاختيار كان بطولة الفنان امير قرارة والفنان احمد العودي واللي تكلموا عن الشهيد العقيد احمد المنسي وسواء الجزء الاول او الجزء التاني من المسلسل فهم اخراق في ترميمي والمسلسل الاخير معانا هو كاهرة كابل وهو بتولة ثلاثة من الفنانين وهو الفنان طارق لطفي والفنان فتح عبد الوهاب وكمان الفنان خالد الصاوي واللي بتدور احداثه حوالين مؤامرات بتحاك ضد المنطقة العربية ومن ضمنها مصر وكمان بيتكلم عن الارهاب بيقدم الفنان طارق لطفي دور ارهابي اما الفنان فتح عبد الوهاب فبيقدم دور زابط شرطة والفنان خالد الصاوي بيقدم دور الاعلامي وبكده نكون نتكلمنا عن 26 مسلسل لو فاتكم اي مسلسل ارجعوا للحلقة الاولى والتانية واستنوني الحلقات الجاية عشان نتكلم اكتر عن مسلسلات الرمضانية